سيد جورج أرحب بك من جديد إلى أي ماذا توافق هذا الطرح وبأن الأهداف هي اليوم سياسية أكثر مما هي مالية بحسب المعطيات والأسلحة المستعملة اليوم والتي يرى خبراء بأن تصعب على مهربي مخدرات تنفيذها أول شيء شكرا على الاستضافة وتحية لضيفك الكريم أهلا عزيزتي الموضوع أنا أتفق مع الدكتور أحمد على الكثير من المعطيات التي كشف عنها ولكن الحقائق عند التعمق بهذه المسألة الدولية كما قال القضية ليست هما داخليا في بعض الدول إنما هو هم قريمي ودولي كبير ونلاحظ في السنوات العشرة الأخيرة قد تغيرت أنواع المخدرات يعني قبل العام 2011 و2012 كنا نتحدث عن الشبكات التي انتهت تهريب الهيرويين والكوكيين والأنواع الفاخرة من المخدرات والتي كان مصدرها تقريبا معروف يعني عندما تتحدثين عن أجود أنواع الهيرويين والكوكيين لا يمكن أن تتجاهل ما يجب في باكستان وأفغانستان وإيران هذه الدول التي عدا عن دول أمريكا اللاتينية التي أنشأت على أساسها شبكات كبيرة تتعاطى عمليات التهريب وتبيض الأموال إنما أن نتحدث عن دول بشكل مباشر تطورت في هذا هي الدول للمأزومة الدول التي تخضع للحصار قد تستخدم أجهزة استخباراتها أو أجهزاتها الأمنية هذه الألية للتمويل وهي ألية تمول بأموال باطنة أو أموال غير شرعية في الحقيقة عند الدراسات التي وضعت حول هذا الموضوع يمكن التحدث عن أنواع متعددة من الشبكات هناك الشبكات الإقليمية الصغيرة التي تتقن عمليات التهريب ضمن بعض الدول أو المحيط يعني كان يقال سوريا والجوار السوري لبنان والجوار اللبناني هناك هذه الشبكات وهناك شبكات دولية لجأت في الفترة الأخيرة إلى شبكات دولية كبرى لها فروع ومتعاونين في مختلف ألقارات والدليل والدليل ما كشف في لبنان مؤخرا بالأمس كشفت صفقة الشاي المقدر سبعة أطنان من الشاي ممزوجة بملايين حبات الكابتاجون كانت في طريقها من الشرق يعني من سوريا إلى لبنان ومن لبنان كانت في طريقها إلى نيجاريا ومن نيجاريا وغانا إلى الخليج العربي واليوم كشف وزير الداخلية عن شبكة أخرى امتهنت العصير عصير الليمون أو عصير الفواكه لنقلها إلى السودان ومن السودان إلى دول الخليج